نباتات مهددة بالانقراض الحلقة اثنان العنوان بحنة نبات الورد الارجواني المهدد بالانقراض مقدمة العالم مليء بالنباتات المتنوعة والجذابة ولكل منها جمالها الفريض ومن بين هذه النباتات نبات الورد الارجواني الساحرة وهي من الانواع النادرة والمهددة بالانقراض والتي استحوذت على قلوب علماء النبات وعشاق الطبيعة على حد سواء الا ان هذه الزهرة الرقيقة تواجه تهديدات عديدة ممن يدفعها الى حفة الانقراض في هذه المقالة سوف نستكشف خصائص وأهمية وأسباب تعرض نبات الورد الارجواني للخطر خصائص نبات الورد البنفسجي الوردة الارجوانية المعروفة علميا باسم روزا بيربوريا هي زهرة آسرة تتميز عن نظيراتها تتميز بتلاتها ذات اللون الارجواني الداكمي وهي مخملية وغنية بالألوان ممن يمنحها هالة من الأناقة والغمض ينمو النبات على شكل شجيرة يصل ارتفاعها إلى حوالي قدمين إلى ثلاثة أقدام ولها سيقان شائكة وأوراق خضراء لامعة العتر المنبعث من الوردة الارجوانية آسر ممن يجعلها المفضلة لدى البستانيين وبائع الزهور الأهمية والرمزية تحمل الوردة الارجوانية قيمة ثقافية ورمزية كبيرة في العديد من المجتمعات غالبا ما يرتبط بالسحر والحب والغمض يمثل اللون الارجواني المميز الملوكية والنبلاء ممن يجعله خيارا شائعا للمناسبات الخاصة وتنسيقات الزهور الفخرة علاوة على ذلك كانت الوردة الارجوانية مصدر إلهام للشعراء والفنانين والكتاب عبر التاريخ وكانت بمثابة مصدر إلهام لمساعهم الإبداعية أسباب التعرض للخطر ولسوء الحظ يواجه مصنع الورد الارجواني حاليا العديد من التهديدات التي ساهمت في تراجعه أحد الأسباب الرئيسية لتعرضها للخطر هو فقدان الموائل الوردة الارجوانية موطنها الأصلي منطقة معينة ذات نطاق محدود ممن يجعلها عرضة لإزالة الغابات والتحضر والتوسع الزراعي ومع تدمير الموائل الطبيعية يفقد النبات بيئته المناسبة للنمو والتكاثر بالإضافة إلى ذلك يشكل الحصاد غير القانوني والإفراط في الحصاد تهديداً كبيراً للوردة الارجوانية نظراً لندرته وجاذبيته الجمالية أصبح النبات هدفاً للتجارة غير المشروعة حيث يسعى هوات الجمع إلى امتلاك هذه الزهرة الفريدة وقد أدت هذه الممارسة غير المستدامة إلى تفاقم تراجعها حيث يكافح السكان للتعافي من الاستغلال المستمر جهود الحفظ إدراكاً للحاجة الملحة لحماية نبات الوردة الأرجوانية فقد بدأ علماء النبات والمنظمات البيئية والحكومات جهود الحفظ وتشمل هذه الجهود إنشاء مناطق محمية مثل الحدائق النباتية والمحميات القبيعية حيث يمكن للوردة الأرجوانية أن تزدهر في ظل ظروف خاضعة للرقابة علاوة على ذلك تم إطلاق حملات تفقيفية وبرامج توعية لتفقيف الجمهور حول أهمية الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض بالإضافة إلى جهود الحفظ يلعب البحث والمراقبة دوراً حيوياً في فهم بيولوجيا وبيئة نبات الورد الأرجواني يعمل العلماء بجد لدراسة أنماط التكاثر والملقحات والتنوع الجيني لتطوير استراتيجيات الحفظ الفعالة علاوة على ذلك يتم تعزيز التعاون الدولي لضمان تبادل المعرفة والموارد لتحسين هذا المصنع الاستثنائي خاتمة إن بأت الورد الأرجواني بجماله لآسر وأهميته الثقافية في خطر أدى فقدان الموائل والحصاد غير القانوني ونقص الوعي إلى دفع هذه الأنواع الفريدة إلى حافة الانقراض ومع ذلك من خلال جهود الحفظ المكرسة هناك أمل في بقاء الوردة الأرجوانية واستعادتها ومن الأهمية بمكان أن يجتمع الأفراد والمجتمعات والحكومات لحماية هذه الزهرة الاستثنائية والحفاظ عليها ممن يضمن أن تتمكن الأجيال القادمة من تجربة جاذبيتها الساحرة وتقدير أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي ترجمة نانسي قنقر